لحد هلأ المشروع ما صار ربحي واختي بحاجة لعملية تحرير نخاع شوكي رسالتي لأي حدا عم يشوف هذا الفيديو يحكي معنا ويتواصل معنا ليرجع الحياة لطفلي بأول عمره مرحبا واضح كيف كون؟ أنا حكمة جبولي مهندسة طبية ومخترعة سورية أختي غزال عمره 14 سنين وهلأ هي صف تاسع الحادث الأليمي اللي صار معنا كنت أنا واختي غزال بالبيت نزلت قذيفة عى بيتنا أنا وغزال كل حدا بغرفة بس بيناتنا حيث مشترك الغزال انصابت بشهزية بالنخاع الشوكي وصار معها حالة شرع النصفي بتاريخ 5-2-2015 تحولت حياة اختي من شخص كان قادر يمشي ويلعى وهي أصلا لعبة جنباز للشخص عم يطلب جهاز يساعده على الوقوف والشوكس جتني فترات انه خلص يعني إي أص هي كات تعطيبني القوة حتى أكمل وبعدين أعرفت لي انه هلأ انتي حتصرت يعني أنا تقريبا عندي مشروع تخرج سنة رابعة فأنا سألتها انه شو أعمل فقالبت لي انتي لي ما بتعمل بجهاز بيفيد كل المرضى هو جهاز طبي بيساعد مريد الشرر على الوقوف الجلوس هو بإيرادته بدون ما يطلب مساعدة من حدا من هون بلشت الفكرة أنا عملت نموذج ميكانيكي واخدت رأي غزة لانه هي أكتر حدا ممكن يعني يعطيني بالضبط انه هيك صاح هيك عميلا يقني هيك لا انه هي يعني نصائحة من جهة مريض طبعا أخدت معلومات من تكاترتي بيساعدوني من الأمور النظرية وفي كتير ناس فنية يساعدوني من الأمور العملية طورت هذا الجهاز لأصبح جهاز إلكتروني بتمتحكم فيه عن طريق الريموت كونترول فانه غزل قالتلي انه أنا يعني بديك بس ريموت يعني ووقف وتركع الوكر يعني لأ أنا بدي شيء أسهل فلحنا عملنا أبليكيشن هو فويس وفيه أبليكيشن فيه وفيه ضغط فالمريض بس بيضغط ريكورد إنه بدي سجل صوت وبيقول مثلا أنا أريد الوقوف أو أب وبتم العملية وبيستقبل الجهاز هذا الأمر وبتم عمليات الوقوف وهيك المريض بيوقف وبالعكس بيعمل عملية الجلوس أب دام صرنا نفكر إنه إحنا ليش ما بنعمل جهاز بيمشي المريض مو بس بيخلي يوقف ويقعد وأنه وصلنا لبدلة زكية بيتبصوا المريض بيقدر يمشي فيها يبدل بين وضعيات وضعية المشي وضعية الوقوف والجلوس وضعية إنه الحركة السريعة يعني أنا حاصلة على براءة اختراع على مستوى سوريا حاصلة على ميدالية الميبو الزهبية من سويسرا بهذا الاختراع وحصلت على مركز أول بمسابقة بالنظمة العالمية للمركية الفكرية على مستوى العالم أيضا بسويسرا موسيقى موسيقى وهلأ غزل بحالة كثير جيدة وكثير سعيدة وأنا كثير مبسوطة للشي اللي إحنا وصلنا له بعد يعني مراحل كثير صعبة طبعاً غزل هلأ بحاجة لعملية تحريض نخاع شوكي حتى ترجع وتبشي موسيقى يعني هدفي أنه غزل من أختي تستفيد من هذا الجهاز والحمد لله استفادت بس هلأ بعد ما انتشر الجهاز إعلامياً لقيت مو بس غزل بحاجة لهذا الجهاز فيه كتير مرضى بحاجته موسيقى حلمي أنه بوصل هذا الجهاز لك المريض هي أول نقطة ثاني نقطة أنه ابحث عن المشاكل الموجودة بالحياة ولقيلهم حلول وضل يعني الاختراع مستمر يوسك فين موسيقى أفرح